برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدين الكرام الحقيقة انه الاحصاء او المسح الصحي للقصة المصصية اللي اجراء الجهاز المكهزة تابقى العمل والاحصة مهم جدا لانه ده الخاص بعشرين واحد وعشرين واخر مسح كانت عمل كان في 2014 عشان نقدر نشوف الدنيا اختلفت قدية ارقامه كتير جدا بس خلينا اقف مع حضراتكم عند رقمين ثلاثة مهمين واحد مؤشر او مؤشرات الانجاب المعدل الانجاب الكل انخفض الى اتنين وآآ فاصلة خمسة وتمانين او اتنين وخمسة وتمانين من المية طفل لكل سيدة يعني كل الف سيدة بينجبوا ميتين خمسة وتمانين طفل ده فيه عشرين واحد وعشرين في 2014 كان تلاتة ونص يعني كل الف سيدة يجيبوا تلتمية وخمسين طفل اقل مستوى في معدلات الانجاب في المحافظات الحضرية اتنين واثنين من عشر اعلى مستوى موجود في ريف الوجه الابلي اعلى معدل انجاب تلاتة وستة من عشر ده عالي جدا اول بعد اللي علاقة بالفرق ما بين الريف والحضر زي ما حضراتكم شايفين تاني بعد اللي علاقة بمستوى التعليم لانه هتلاقوا انه وفقا للبيانات او المسح اللي اعلنوا الجهاز المركزي هتبقى العامة والاحصى ان معدل الانجاب لكل سيدة اتمت التعليم الثانوي او اعلى بنتكلم في حدود الاثنين وستة من عشر طفل لكل سيدة الرقم ده بيقفز الى ثلاثة وستة من عشر لكل سيدة لم تتم التعليم الابتدائي فكل ما بيقل مستوى التعليم كل ما معدلات الانجاب بتزيد كل ما بننتقل من الحضر الى الريف بنلاقي في الريف معدلات الانجاب اكبر من الحضر عشرين ونصف في المية ده وفقا للمسح اللي اتعمل في عشرين وعشرين عشرين ونصف في المية من الموليد لم يكن مرغوب فيهم جم غلط يعني او رزق من عند ربنا لم يكن يعني بتخطيط من الاب والام يجي هنا بقى اهمية اجراءات او وسائل تنظيم الاسرة هي الصحيح زادت بس مش بالنسب كبيرة في 2014 كان نسبة استخدام وسائل تنظيم الاسرة تمانية وخمسين ونصف في المية في عشرين وواحد وعشرين بقى ستة وستين واربعة من عشر في المية لو زادت النسبة دي ده هيبقى افضل يمكن يقلل لعشرين في المية اللي هي اطفالنا ميكم مرغوب فيهم على سبيل المثال فيه ارقام تانية كتير جدا حقيقة مهمة لكن ان شاء الله يبقى فيه وقت تاني نطلع حضراتكم على التفاصيل